فمن حكم لقمان العظيمة بيقول لي ابنه ايه بقى عشان تعرف حضرتك وانا معاك ازاي تسير حركة الحياة ازاي امورك تمشي ازاي مصالحك تقضى فلقمان الحاكم بيقول لي ابنه ايه يا ابني ان الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه اناس كثيرون يا ما ناس غرقت في بحر الدنيا ربنا قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ناس كثير الدنيا غرتها والدنيا غرقتها ودي طبيعة الدنيا اذا حلت او حلت واذا كست او كست هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي ومن فتكي فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي دا حال الدنيا فلقمان الحاكم بيقول لي يا ابني ان الدنيا بحر عميق قد غرق فيه اناس كثيرون فلتكن سفينتك فيها تقوى الله دي سفينة النجاة في الدنيا انك تخاف ربنا وحشوها الايمان بالله ايمانك والثقتك في رب الله وشراعها اللي هيحركها سفينة النجاة دي اللي هيمشي سفينة نجاة دنيا واخرى التوكل على الله لعلك تنجو لعلك تنجو لعلك تنجو ما الحاكم بيقول لي ابنه كده اذا النجاة السفينة تقوى الله حشوها الايمان بالله ثقتك في ربنا الايمان يعني التصديق شراعها اللي هيحرك التوكل على الله لعلك تنجو عشان كده يا حضراته شفوا عنوان حلقتنا شفوا جزء من آية كريمة عظيمة ودي من الاول الاوامر اللي نزلت على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام صورة المزمل يا السلام اول امر نزل من ربنا للنبي اقرأ تاني امر قال له قم الليلة الا قليلا صورة المزمل لحد ما قال له بيكلمه عن ربنا بيقول له لا اله الا هو فاتخذه وكيلا وكيلك ربنا ما تعتمدش الا على ربنا ما تطلبش الا من ربنا ما تخافش الا من ربنا ما تتوكلش الا على ربنا في كل الملفات اشتركوا في القناة